تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة وادي الدير بمحيط دير سانت كاترين وزار مدبولي دير سانت كاترين وقام بجولة في أقسامه وتحدث مع الأباء فيه حول رؤية التطوير للمنطقة وأكد الحرص على أن تحافظ أعمال التطوير على طبيعة المنطقة ورونقها وكذا الجانب الروحاني بها مشيدا بأهمية المشروع الكبير لقطاع السياحة الروحانية خاصة وأن المنطقة تخص الأديان السماوية السلاسة وتمثل مكانا جاذبا لسياحة الدينية من جانبهم أشهد أباء الدير بهذا المشروع المهم الذي تشهده المنطقة ويغير صورتها ووجهها وأكدين تقديرهم لاهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع التاريخي للمباني